الجمهور بيقدر شيء واحد بس المجهود اللي اللعبة بتعمله في الملعب لو عملت المجهود وربنا دايما بيقدر اللي بيكتهت عشان كده أنا بقول لحضراتكم السيناريو اللي احنا كلنا عايزينه حصل ولكن اتبقى سيناريو اتبقى سيناريو والنادي الاهلي النهاردة بعت لهذا السيناريو اتمنى ان تكون المباراة في استاد القاهرة بسعة استاد القاهرة كاملة اتمنى اتمنى ان احنا نقدر حاجل الموضوع ده في وقته واتكلم وقرأ لحضراتكم البيان اللي عمله النادي الاهلي ولكن ده السيناريو اللي كل جمهور النادي الاهلي كان عايزه وبيتكلم فيه ان شاء الله ربنا اكرمنا ونفضل في ظهر فريقنا لانه اللي حصل ده اقسم بالله هو وقفة جمهور النادي الاهلي فقط فقط خلال الاسبوع اللي بعد نهاية المباراة سانت هونز الناس زعلت جمهور الاهلي زعل وانطقت فريقه خلاص يوم يومين والناس ابتدت تفكر في مباراة الجمعة يوم الجمعة القطن ساعتها وبعدين المباراة القطن خلصت ابتدت الناس تفكر جمهور الاهلي يفكر في مباراة يوم السابت مباراة يوم السابت خلصت واصبح الامر في ايد لعبت النادي الاهلي مرة اخرى جمهور النادي الاهلي لا يفكر في شيء واحد إلا مسندة ودعم فريقه خلال الأسبوعين اللي جايين في كل حاجة علشان نقدر نكسب النادي الهلال في الملعب أنا لن أتكلم عن حاجة خارج الملعب إطلاقاً ليش دعوة؟ أنا هتكلم أن أنا فريق 11 بيلعب فريق 11 والفريق 11 اللي هو النادي الأهلي فنياً هو أعلى من نادي الهلال فنياً إحنا أعلى ولكن كرة القدم روح النادي الهلال هتبقى كبيرة جداً لأنه هو عايز يكسب هو كمان ومن حقه أنه هو يكسب لكن إحنا كنادي أهلي لن أتكلم عن حاجة خارج الملعب كلنا لفترة وجهة نظري أتمنى لجموع النادي الأهلي ما يتشدش لأي حاجة برا الملعب خلينا في الملعب نساند وندعم فريقتنا في الملعب مش برا الملعب مش من حاجة تحصل برا مليش دعوة باللي بيحصل برا الملعب أنا يهمني أن أنا ألعب يوم 31 أو 1 في الحداشر اللي هيلعبه نقدر نكسب وأقدر أكسب 1 و 2 و 3 لو أقدر و 10 لو أقدر وشجع التسعين دقيقة أشجع فريقتي مش عابق أي حاجة تانية أنا تعلمت الكلام ده منين من حضراتكم من جمهور النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي دايماً اللي إحنا بنتعلم وبنستلهم كل حاجة منه أنا شخصياً بعمل كده وبقول لكل زميلي بالمناسبة كل زميلي هنا في قرامة يقعدوا معايا قللهم يا جماعة أنا من الناس اللي شفت جمهور النادي الأهلي وأنا في الملعب مش وأنا على الشاشة